اشتركوا في القناة ونسألون كثيرا عن توقف البرنامج ونقول الآن نحن نعود بعد وقفة قصيرة يعني أملتها بعض الظروف الوراق في شكله الجديد هو امتداد لمشاريعنا الثقة التي انتهجناها بحثا وقراءة وتنقيبا في التراث الثقافي السوداني كتاب حلقة اليوم بعنوان تاريخ ملوك السودان للمعلوم أن هذا الكتاب يغطي فترة سنار طبعا الحديث عن سنار لا ينتهي بطبيعة الحال ويمكن عد هذا الكتاب من الأهمية لأنه في الموقع الثاني بعد كتاب طبقات وضيف الله لكن كتاب الحلقة الرئيس هو إعادة قراءة وترتيب لهذا الكتاب بعنوان إعادة قراءة وترتيب كتاب تاريخ ملوك السودان أعاد قراءته وترتيبه بركات موسى الحواتي والله حقيقة أيادي بروفيسور بركات موسى الحواتي بيضاء على السقافة السودانية يكفي أنه ظل مشغولا كاتبا وناشرا ومتحدثا محاضرا حول جملة قضيان السودانية والأهم من ذلك عمل الرئيس في الجمعية السودانية لإعادة قراءة التاريخ خلونا نقول لكم مؤلفات البروف ثم نبدأ الحلقة مع بعض البروف له الذاتية السودانية دراسة في المكان والإنسان قراءة جديدة في العلاقات السودانية المصرية دراسة في النظام الإداري أطر التطور والتشريع للنظام الإداري التاريخ السياسي لقبيلة الكنوز السودان والوصاية الدولية ويصدر له قريبا إن شاء الله التطور السياسي والدستوري منذ دولة كرمان حتى الآن ثم مشاوير الوعي المعرفة والاستنارة حوار الأمكنة والناس والزمن روفيسر البركات مرحبا بك في الورق مرحب بك أستاذ غسان وأنا شاكر بهذا الاستقبال الجميع أهلا بك وأرجو أن أقول محل السفر فيما تقدمت به أستاذ غسان أهل إسر إنشغالك الكبير بموضوعة التاريخ التاريخ ده في نظر بعض الناس يعني حالة بتاعت نستالجية حنين يعني وإنت استخدمت تعبير قبل الحلقة كنت بتقول الإسم السفر إلى التاريخ نعم طيب والله أولا هو لن يقول لك مستقبل إذا لم يقول لك تاريخ طيب هذه الخطوة الأولى بالتجاه السفر للتاريخ السفر للتاريخ ليس عنواني أنا ولكنه كل الذين كتبوا عن مخاضات التطور السياسي والاجتماعي والتغييرات التي تحصل كان المدخل بتعمل أساسي السفر إلى التاريخ والسفر إلى التاريخ يعني ليس مجرد كتابة الوقايع لكن معرفة الدروس المستفادة من التجربة الإنسانية ولذلك كتير من الكتاب منهم هنريك سينجر كتب التاريخ لا يعيد نفسه ولكن يمنحنا من الدروس ما نستشرف به المستقبل وينستون شيرشير رئيس المسؤلاء بريطاني في الحرب العالمية الثانية يا بلدو ومواقفها يقول كل ما تبع أنت في التاريخ كل ما تطلحت إلى المستقبل فيبقى هنا الشرق بصفة عامة لا يستدعي في أزماته المختلفة دروس التاريخ حتى يأخذ منها العبر ويستفيد منها في معالجة ما يواجه من مشكلات آنية استشرافا للمستقبل هل صحيح ما يردد ويشاع بأن تاريخ السودان لم يكتب بعد؟ والله دعني أقول لك هناك فرق بين أن يكتب وأن يزور يزور؟ نعم طيب الذي ابن قلدون في مقدمته يتكلم كلام جميل جدا جدا على الفرق بين أن تكتب الوقائع وأن تؤلف الوقائع بعض الذين يعيشون الأحداث يكتبون هذا تاريخ للوقائع لكن بعد مورو السنوات بيحصل الاختلاف في تفسير الوقائع وفي طبيعة الوقائع نفسها يعني ودون ذلك إذا إحنا عايزين نتكلم عن التاريخ في السودان أو خلينا نتكلم عن الرقة التي سميت في معلم السودان كيف تسنى لغير السودانيين أن يتعرفوا إلى تاريخ مملكة كوش ودورها الرائد في عملية التطور الإنساني إذا كان من حيث الحضارة الدينية وإذا كان من حيث الاستعدادات الأسكرية وإذا كان من حيث ما كتب عن صفة التوحيد الديني في دولة كوش 750 قبل الميلاد إلى غاية 350 ميلادية عمرها كم اللي هي الأسرة الخامسة والعشرين كوش عمرها كم التي كوش عمرها كم والله يشوف هي استمرت من تقريبا 2500 قبل الميلاد إلى 350 بعد الميلاد بعد الميلاد وده الحقيقة في بعض الآثاريين أخونا البروفيسور عبدالقادر محمود بيتكلم عن تجليات كوش الأولى في قرمة وفي نبتة وفي مروي وبيعتقد بعد كده أنه كوش تجلت في الفترة المسيحية ويعتبر سينار امتداد لتجليات كوش الإسلامية على ذكر سينار أنت بروفيسور كتبت في الكتاب إعادة قراءة وترتيب كتاب تاريخ ملوك السودان قبل أن نفهم إيه المقصود بإعادة قراءة وترتيب إيه هو كتاب تاريخ ملوك السودان المؤلف الموضوع الفترة الزمانية نعم هذا سؤال جميل الحقيقة هي ليس كتابا واحدا هي عدد من المخطوطات أول من اكتشف غردون في تعيينه الأول حاكمة للسودان غردون باشا غردون باشا تمام سنة 1707 1778 31 أغسطس 1700 نعم كتب خطاب إلى الجناب العاري في تركيا الخداوي الخداوي باعتبار أنه لا أينه كان قال له إحنا وجدنا مخطوطة في قائمة بأثماء ملوك السودان منذ الزمن القديم حتى المراحل اللي تلقت فيها المراحلة اللي تلقت فيها قالت مراحلة الحكم التركي بتاع أحمد أبو وذان دا اللي حضر الزيارة بتاعة محمد علي باشا لما جاي فتش عن الدهب يعني صحيح وذي لما استقال ورجع للندن شال معه نسخة تاه في المتحف البريطاني لاتر اكتشفوا أنه في دي اللي هي اللفه منه حسب ما قال مكي شبيكا في تحقيقه للكتابة الأول حين صدر من كلية غردون سنة 1947 الشيخ أحمد كاتبة شونة دي النسخة الأولى كاتبة شونة كاتبة شونة الشيخ أحمد كاتبة شونة يعني لو حبيت هو الكاتبة الذي يسجل يعني الصادر والوارد في المعنى دا باش كاتب يعني باش كاتب منطبط كده هو باش كاتب لكن هو في الزمن داقي يعتبر مستنير اسمه باش كاتب منه باش كاتب اسمه منه أحمد كاتبة شونة أحمد كاتبة شونة دي النسخة الأولى وهو لما بحث مكي شبيكا في المسألة لقى عند الشيخ عمر الشيخ أحد الشيخ السودانيين الذين شارقوا في سورة 1924 لقى كتاب وقالوا له الكاتب ده ما كان معروف لكن تم الاتفاق من الشيخ بابيكري بدري ومن الشيخ عمر الشيخ عمر دبع الله نعم لقى أنه هو المؤلف الكتاب ده كاتب الشهون دي النسخة الأولى اللي تكلم عنها الدكتور مكتش بروهس سنة 1947 1947 ده أولك عليش يعني ده ألف كتاب كاتب الشهونة أول لقاء له بقلم سوداني كان سنة 1947 نعم ده الكتاب اللي حقق ومكش بيك من المخطوطة بعد كده لما جاء لقى تاني قبال قبال خطوة تانية برضو لأنه مرض مصطلحات دي بابتكر لازم المشاهدين يكونوا معانا يعني لما نجرك تافي غلاه مكتوب تحقيق فلان وفلان يعني ايه تحقيق؟ تحقيق معرفة يعني ما يكون قد غمط في الكتاب أيوة إذا كان في الأسلوب أو في المكان أو في تقديم الوقاية أو في تأخيرة لأنه هو قد يكتب الكاتب بعد فترة من الزمن وقد يكون في أحداث غابت عليه كثيرة جدا جدا وقد تكون فيه معلومة كتبة خطأ يعني فالباحث الأكاديمي معني بتتبع هذه الأخطاء إذا كانت شقلية أو موضوعية وبسجيلة في الحواشي يعني زي الكتاب بتاع اللي تفضل تبعه الآن بتاع اللي حققه البروفيسور يوسف فضل اللي هو بتاع طبقات وضيف الله وكذلك الكتاب بتاع تشحيز الأسهان في سيرة بلاد العربي والسودان البروفيسور خليل عساكر ومعه مجموعة من المصريين ده اللي كتبه ابن عمر التونسي نعم ابن عمر التونس ده حققوا عدد من الأساز المصريين على رأسهم للدكتور خليل عساكر مثلا فالتحقيق بيحاول أنه يسلط الضوء على القضايا اللي تكون غامضة يعني يتثبت من حقائق الفتاة يتثبت من الحقائق نعم يعني يعني مثلا أقول لك مثلا يعني بروفيسور يوسف فضل لما بيتكلم عن قرية أو مدينة أو حاجة زي دي بيجيب ليخل إحداثيات بتاعتها آه في جغرافيا الآن في جغرافيا يعني مسحسيني تحترق في الكتابة اللي أنا بستعرض فيه ده أو حاولت أنه أعمل فيه مرشد بيتكلم عن قرى هي ما عادت موجودة آه اختفت إلا في زاقرة الناس يعني لكن لأنه زاقرة الناس ما حتفظوا بيها بيقيت ما في حقيقة بتاعت أنه هذا المنطقة دي ما زالت هي نفس المنطقة أنا قاطعتك قبل شوية وكنت بقاصد أنه نفهم الناس أي معنا التحقيق النسخة الأولى عرفنا أنه بروفيسور مكيش بيكة حققها 1947 نعم يلا نشهر 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 1947 من كلية غردون التسكارية لكن هو قبل ذلك عمل تحقيق عشان يتأكد آه من صدق وصحة الكتاب فلقى ثلاثة نسخة النسخة الأولى اللي تكلمنا عنها الشيخ أحمد كاتب الشونة وديت لقى أن الشيخ عمر ضفع الله زي ما أقول تليك وتأكد من الشيخ بابكر بذري أنه الكتابة الشيخ عمر كاتب الشونة تمام في نسخة أخرى اللي هي دي بتاعة الزبير والطوة ودي اتكلمت عن الأحداث والوقائع بتاعة ملوك السودان أو صلاطينة السودان بالأصح لغاية الفترة بتاعة ممتاز باشا الحاكمة التركية سنة 1974 أو حي بالطريقة دا التركية اي اي وده النسخة يبدو أنها صارت أكثر اعتمادا يعني لأنه بعد كده أضاف لها المجموعة اللي شكلت الكتابة اللي أطلق عليها بفصير مكة شبيكة تاريخ ملوك السودان والأصحة تاريخ سلاطينة السودان أنا شكرا أقول لك هو مش بيغطي الفترة السنارية بغطي الفترة السنارية من 1504 1504 حتى 1821 21 مع عزوة إصناعي الباشا محمد علي الباشا نعم هل كانت تسمى مملكة السنار أم سلطنة سنار لا هي كانت تسمى السلطنة السنارية إذن مش ملوك أي لا ما ملوك قطعا ما ملوك لكن هو ربما لسبب أو آخر اختار يعني وهي ربما كانت تريمة من الناس الإنجليز اللي حاولوا أن يعملوا منهم خطمها الكلمة سلطنة ملك لكن أنا يعني في المنطقة الشمالية مثلا أو في منطقة الشهية بالذات الزلما يكون أربابة وفي وقم معين بيقول لك فلان ملك 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 كلمة ملك ما بالمعنى بتاع السلطة السياسية يعني ملك في سلوك وفي أقلاق وفي زعام مدحي يعني مدحي يعني بالضبط كده يعني لكن الصحة بالنسبة لواقع السياسي والاجتماعي أن يكون سلطة لأنه ما يطلق عليها في كتير من الكتب سلطنة السينار أيوة أو السلطنة السينارية سلطنة السينارية وهي طبعا الحقيقة ينتدم أنا الكتاب أنا ليه عملت إعادة قراءة وترتيب لأنه هناك اللغة بلغة العصر ذاك وفيها نوع من التدافل الكثير جدا أنا جاييك طبعا بعد شوية أيوة عشان ندخل أكتر في الكتاب لكن الست المشلخة دي اللي قاعدة في الغلاف دي قال أنت اخترتها أنت اللي اخترتها في الغلاف دا ولا اختاروا لك لا أبدا صمموه صمموه طيب دلالته شنو إذا معين ناس يعني الدلالة الدول دا شكله لابسة طاقية مجرينات أيوة مش كذي؟ أي طيب والسيدة دي بشلوخة سودانية دي بزي السودان القديم نعم وديها شكلها واحدة من معارك الإنجليز نعم المكونات الثلاثة للغلاف دي أي علاقاتها بموضوع تاريخ ملوك سودان؟ أولا الصورة الأولى لقدامك هي ملك من ملوك فازوغلي فازوغلي؟ لو لاحظت الطاقيم قرنين نعم فازوغلي ماس النار يعني؟ الطاقيم قرنين طيب الطاقيم قرنين دا جزء من الطقوس بتاعة التنصيب التنصيب السلطانية أي التانية لو لاحظت السيف فيه الصريب العادي أي ومعه الطاقية أم قرنين ودي كلها من يعني التراث بتاع أهل السودان القديم يعني في سبحة بجاي طبعا والسؤال الآخر أنه غد تقوم والسبحة في سبحة السبحة في سبحة بيد الشمال أي والسبحة الصورة الأخرى برضها بتعبر عن الشلوخ السودانية يعني مع أنه أنا ما ركست على الشلوخ بقذي ما ركست على فيتشار الملامح 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 هي بتعبر عن اللقاء العربي الأفريقي في السنار والسنار ما زالت كرشفيل بتحمل كل جنات الصراع السياسي والاجتماعي الآن لأنها هي ربطت نفسها ولما ترقى لما ترقى كتابة سبولدينج ترجم بروفيسور جاي ستورمينج جاي ستورمينج هترقى كلام غريب جداً جداً آه ترجمه الله يرحمه اتوفر ومتصم السفير ومتصم حمد الشيخ قصة كابتر كامل عن طبيعة السراع الحصل الموروسة الحصل من مملكة مروي وما قبلها كوش والحضور العربي الإسلامي والتماجز الثقافي والتقصي اللي حصل اللي حتى سبولدينج قال كلام خطير جداً طبعاً عشان الناس لا نكون من نقول كلام ساكل جاي سبولدينج واستاذ أمريكي نعم كان يعمل في جمعه خرطوم كتب كتاباً بالانجليزية ترجمته العربية عصر البطولة في سنار وده كتاب في الأنثربولوجي وكتاب كذلك في التاريخ السياسي والاقتصاد طيب قال كلام خطير جداً بتكلم عن الهامج في مقابرة الفونج قال أنه الهامج ودي المجموعة اللي أخذت القوة العسكرية وأسقطت فيما بعد بادي أبو شلوخ قال الهامج الهامج قال اصدراء من السلطة الحاكمة بتاعت الهامج على هؤلاء الناس باعتبار أنهم مزيج ما بين الأنواب اللي كان جابهم بادي أبو ديجين والناس الموجودين من الأعراب الموجودين وتناسلوا وصاروا جزء من شريحة المجتمع السناري سبولدينج قال لا قال الناس دين هما نبلاء وحكام دولة علوة التي سقطت علوة المسيحية وكانوا موجودين في المنطقة بتاعت فازغلي وفي المناطق ديها وغيره 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 ولكن ديكا يعني اصدراء الليون بحسب التعبير اللي اتكتب في الترجمة سموهوهما الهمد يعني دينة سابولكاليك لا سابولكاليك محمد أبو لكاليك محمد الشيخ محمد أبو لكاليك وانت بتشعر بالحكاية دي بتان لما بعد ما عمل الإنكلاب بتاعه على بادي أبو الشلوخ سنة ألف وسبعمية اثنين وستين ركز على المنطقة بتاعت فازغلي اللي هي المنطقة بتاعت ينوب سنارة الآن اللي فيه نفس الإشغالات بتاعت المنطقة بتاعت نبلاء علو القديمة وابتدى يستعيد شخصته قريب من الصراع الذي يحدث الآن إلى حد ما يعني مع بعض المتغيرات يعني يعني هنا فيه كلام جديد يبدو ما قام به محمد أبو لكاليك كانقلاب هو انقلاب الهمج على بادي أبو الشلوخ نعم اللي هو بادي الرابع بادي الرابع هو استعاد لحظة منسية هي لحظة فازغلي ده 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 موضوع في الهوية يبدو نعم مش كده احنا بنعرف انسي النار الاتحاد العرب والأفارقة لكن فازغلي هما ما تبقى من نبلاء علواء نعم عشتقول كده ده الكلام اللي ذكره سفولدينج وانا شخصيا مع الاتياه ده تماما لانه احنا عندنا يعني الثقافة العربية بصفة عامة دائما بتحاول او اي ثقافة اقوى الحقيقة ما الثقافة العربية بتحاول انها لا تعطي اي يعني عرق دون ما يساويها ندية يعني بتحاول بقدر الامكان انها تدية احساس بالدونية وده يعني حتى بس سفولدينج قال حاية انا اسكر سفولدينج قال سفولدينج بيستخدم في كتابه النوبة المسلمين لا يقول العرب المسلمين وكأنه هو مش مع نظرية التقاء العرب الأفارقة في سنة لا هو طبعا النوبة المسلمين هو طبعا يعني هو اخطأ بسيط جدا جدا لانه الناس لما جوفي علوة اول حاجة علوة لما كانت مسيحية كان في يعني وجود عربي اسلامي كتير جدا جدا بدليل انه كتير من الذين كتبوا في التاريخ وتعرفوا الى الاثار بقولوا انه ثقوط دولة علوة كان قبل المسألة بتاعت الحلف بين العبدالله وبين الفونج بدليل انهم مشوا قبل كده الى مناطق اخرى لانه العرب احاطوا كانوا بالمنطقة بتاعت علوة ثقافيا وعرقيا وردي يعني قبل اسقاط قبل اسقاط ولذلك الثقوط كان حاجة شكلية حصلت سنة 1504 وليس من النوبة من العني لانه العني كانوا هزموا النوبة قبل فترة من الفترات يعني لذلك الكلام امكن اشاطر بسوري عبدالجليل وهو حقق احدى النسق بتاعت كاتبة شونة وبتكلم عن الكلام ده وانا لما تقرأ كتابه يعني تعريفه حضارات الشرق السودان مثلا او في المعنى دي بتلقى انه اؤقت على انه ثقوط دولة علوة المسيحية كان قبل فترة من التحالف الحصل بين الفونج وبين الله سبحان الله انت حتى لا ما تذكرني حاجة مهمة سبينسر تريمينغ هام في كتابه زي الاسلام في السودان نعم قال حاجة مهمة خلاص قال انه علوة سقطت من تلقاء نفسها بسبب هذا يعني الوجود العربي الكبير بعدين قال حاجة مهمة قال الكنيسة في علوة كانت كنيسة الدولة على عكس العرب الذين قدموا واتوا بدين هو دين للشعب كان الاسلام فده تحقيق ده تأكيد لكلامك يا بروفيسور نعم نعم انه الحضور العربي الكبير في مملكة علوة قبل اسقاطه هو الذي جعل هذا الاسقاط انما هو اسقاطا شكليا بالضبط لانهم بيقوا موجودين بثقافة ودين وملغة بالضبط لكن انت كمان هنا بتذكر ده مربوطة بحاجة غريبة جدا ذكروا بعض الكتاب السودانيين المعنين بالتاريخ وبالآثار يعني الدين المسيحي لما جاء جاء كأفكار فوقية شوف ده كلمة سبينسر بالضبط كأفكار فوقية الكنيسة كلامة فوق يعني الدولة هي البتاعلن عن مسيحيتها وعن مذهبها ما الشعب وما جاء بابيوليشن ما جو ناس رغم الآثار لغاية القطينة مع الدولة بتاعت مروي القديمة اللي جاءت ورستة السنار وقبلها ورستة المناطق دية امتدت تغاية دارفور ومحلات كتيرة جدا والكنيس حتى القطينة كده أشرح للناس فالبابيوليشن يمع الثقافة العربية ومتى سنة 1323 ميلادية 723 هيرية حين سقطت دولة المقرة المسيحية وبدت الهيرة العربية أنا مشغول بالشباب عشان يعرفوا يعني التحقيبات الزمانية دية بتاعت التاريخ السوداني السودان في كوش كان وثنية مش كده كان عنده دين كان الله منه آمون ولا كان شو آمون آمون أيوه يعني عقيدة كوش السودانية كانت آمون نعم ظهرت المسيحية سنت 200 يعني سنت في نوباديا نوباديا في نوباديا ما مذكر بالتحديد بثيب لكن يعني في كل الأقوال جاءت من وين نعم المسيحيات من وين المسيحيات من المنطقة من الغرب طبعا من الغرب لكن كانت فيه انكسام حصل في المسيحية ذاتها بين ما يسمى بالمسيحية بتاعت الشرق بتاعت الأكباط والمسيحية بتاعت روما يعني آه الأرثوذوكسية الأرثوذوكسية والكاسوليكية أي الكاسوليكية والأخرى المسيحيين السودان كانوا أرثوذوكس لا أبدا كانوا أرثوذوكس على وكانت أرثوذوكس على وكان أرثوذوكس لكن المقرة المقرة ونوباديا أظنهم ما كانوا كده يعني كانوا مع كاسوليك كانوا أغرب ما يقولني للكاسوليك يعني بالله أيوه أيوه لكن هنا دير كانوا اللي هو يعاقب يعني هنا دا علوة كانت يعاقبة ودين الناس الرسلوهم كانوا مختلفين يعني كانت زوجة الملك المسيحة أظن في روما هي كانت مع العاقبة وزوجها كان مع الكاثوليك لغاية هنا علوة هي آخر مملكة مسيحية في السورة حضرتك دلوقتي قلت ليني أنه جرى تحشيد أي العدد كبير بتاع العرب اللي يوم هاجرين ونشروا دينهم بالشكل أفقي فمن الكنيسة قاعدة فوق ثم تحالف العبدالله والفنج وأسقطوا مملكة علوة المسيحية وأعلنوا سنار 1504 دي النقطة الأولى بتاعت الإسلام كدولة في السودان الإسلام كدولة وأنا ما بقول كدولة أنت ذكرتها الآن كمجتمع المجتمع سبق الدولة المجتمع سبق الدولة والأخطر منها أنه الإسلام لم يأتي بالصورة بتاعت الإنغلاق على كونه دين تعايش مع طقوس المجتمع اللي عاش فيه يعني وجاءت منها القصة بتاعت الصوفية والطقوس الموجودة حتى الآن لدى شيوخ ما بين الفقهاء أهل العلم والتفسير وما بين الصوفيين يعني ليه هسين أنت بتشوف الطبول التي تسوق ما بتلقاه في محلات تانية مثلاً ولذلك تعايش معها في المنطقة بتاعت علوة وحتى الآن دي الظاهرة اللي خلقت قبول من القبائل الموجودة أساساً للدين الإسلامي من خلال شيوخ الطرق الصوفية يعني ولذلك يمكن الدين الإسلامي بيختلف في السودان في السودان ما دخل بسلاح الإسلام لم يدخل إلى السودان بسلاح ولا بقوة السلاح ولا يحضنون عن طريق الهجر وعن طريق التداخل الاجتماعي وعن طريق المصاهرات وعن طريق عيره تسرب يعني ودستورة اللي كتبوا عنه أنها يعني مثلاً الأمريكي أوليام آدمس كان بتكلم عن الإسلام الخاص بتاع السودان يعني ما بتلقاه في محل أخرى قاموا على سيف ولا قاموا على دم مثل عرضنا الغزوة ولا كده لإطلاقاً تسرب عبر التجار والرحالة بلتاح المراحل الأخيرة المراحل يعني بعد الدولة المسيحية وبالما نمشي الفاصل الجاية نعم أنت بروفيسور استدركت على كتاب كاتب الشونة تاريخ ملوكتنر أي أعدت قراءة وترتيب أشرح للناس أنت بالضبط عملت شوه نعم الحقيقة أنا عملت الآتي لقيت أنه الكتاب مهم جداً لأنه بيعني بصلت الضوء على فترة هي غامضة بالنسبة لحركة التنوير في السودان طيب اللي هي الفترة ما بعد 1504 لغاية حضور الأتراك 321 سنة بالتحديد يعني ما الذي حدث فيها ما الذي حدث فيها طيب كان في دولة اسماس النار وكان في دولة أخرى في الشمال اللي هي بتاعتها لعبداللاب وكانت في دارفور وكانت في تقلي وكانت في المسبعات دي الخارطة ده الهرم الأساسي دي خارطة تكوين السودان أي لما غردون اكتشف المخطوط اللي اتكلمنا عنها وفيها أسماء ملوك السودان والتواريخ اللي قاعدوا فيها واستراعات اللي حصلت فيها إذا كانت حربية أو اجتماعية أو حية بالطريقة زي دي ده تاريخ بالنسبة ليلة مهم جدا جدا لأنه يربط ما بين فترة كوش بانتهاء الدولة المروية سنة 350 ميلادي بعد ما أسقط عزانة الأكسومي لغاية المرحلة بتاعة قدور الأتراك كده لا لا عشان برضو لما نقول معلومة أنت الآن تتكلم عن الغزوة اللي عمل الحاكم لسيوبي وأسقط بها أسقط بها مروي نعم هو بالليلة من أسقطه رجع أهله ولا قاعد لا رجع طيب قاسة مسجدة لشنه وفي رأي بيقولوا أنه هو لأنه هو يعني بيبحث عن التجارة يتحولت من المنطقة بتاعة مروي الأدتة الزروة بتاعته إلى المناطق بتاعة أكسوم اللي هو عايز أنه يؤكد على مساره واستقراره ولذلك الفوضى اللي كانت حصلة عن طريق الهجرة الجاية من الغرب للمناطق بتاعة مروي حاول أنه يوقفها لذلك طاردون وسموهن النوبة الخمر وسموهن النوبة الزرق ويتكلم في المسلة بتاعته عن المناطق بتاعته كلها من أولة لآخرة وأنه عمل شنوه والناس المسقون وأثرهم ووهو إلى الآخر ورجع بلده وحاول بأنه يؤكد على الاستقرار السياسي في المنطقة عشان التيارة بتاعته تستمر يعني يعني الأغراض كانت لتأمين التجارة بالضبط كده ما أكثر من كده لا ما أكثر من كده كويس ويتكلم عن نهر عطبرة ويتكلم عن سيدة لهو نهر النيل ووهو إلى الآخر لكن لي كانت إشارات وأكدت على وجود بعض القبائب طيب البلم وغيره 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 تسمح لي نعم إنه أطلع فاصل قصير جدا ثم نعود من أفكك أكثر الكتاب ومجهودك في إعادة وقراءة وترتيب كمان يعني كتاب تاريخ ملوك السودان فاصل قصير ثم نعود في الوراق التي يعني في هذه الحلقة يناقش فيها كتاب أستاذنا بروفيسور بركات موسى الحواتي بعنوان تاريخ ملوك السودان إعادة قراءة وترتيب كنوا مرحبا بكم ورحبا أزلنا في الوراق في هذه الحلقة التي يناقش فيها كتاب تاريخ ملوك السودان رفقة أستاذنا بروفيسور بركات موسى الحواتي يعني نقرأ الغلاف إعادة قراءة وترتيب كتاب تاريخ ملوك السودان حينما نقرأ في الفهرست من الالتظهار الأول والثاني أيضا البروفيسور قائمة وتاريخ ملوك سنار من 1504 إلى 1821 ثم تجد في الكتاب القبائل والأعراق حسب كتاب تاريخ ملوك سنار الفقاة والشيوخ منها الوقائع الوفاة وكذلك الشيوخ والنبلاء وتواريخ وفاة أو اغتيال الشخصيات البارزة أثناء السلطنة السنارية أهم تواريخ أحداث وفاة أو اغتيال الشخصيات البارزة ومرحبا بيك بروف مرة ثانية في الوران نعم السؤال كتاب تاريخ ملوك سنار يغطي الفترة من نشأة الدولة إلى سقوطة نعم وبعدها وبعدها كمان بعدها الفترة الأولى من الحكم التركي لغاية فترة ممتاز باشا تمام سنة 1871 إن تجريت الكتاب الأصلي اللي هو تاريخ ملوك سنار هو الكتاب الأصلي الذي يحقق زيما أبو تريق هو عبارة عن ثلاثة مخطوطات إنت اعتمدت على شنو الأول أنا اعتمدت على المجموعة اللي حققها البروفيسور مكي شبيكة واعتبرت ذلك كتابة اللي سمي تاريخ ملوك السوداء إذا الكاميرا معاي اللي هو النسخة دي نعم يعني النسخة دي الكتاب ده معتمد على نسخة تحقيق مكي شبيكة اللي هي شنو يعني مزيج من نسخة أحمد كاتب الشونة تمام والزبير والضوة والإضافات بتاع إبراهيم عبدالدافع والشيخ الأمين الضرير الشيخ الأمين الضرير كتب ما تعلق بالفترة الخاصة بالتركية يعني هو عايشر فترة مش الكلها بداياته يعني ولذلك ده شكل الكتاب ده الكتاب ده لما قرأت الحقيقة لقيت أنه فيه يعني غد يصيبك بالملل فأنا قمت أعملت تصنيف كمرشد لمن يريد أن يقرأ التاريخ بكل هدوء ووزحته مثلا من الذين كانوا صلاطين على سنار تمام وعلى المنطقة بتاعت العبداللاب مع أنه دي ما وردت في الكتاب يعني لكن قتبت في تاري لأنه الكتاب المخطوطه كان بركز على سنار ما كان بركز على الأخرى يعني فديل اتكتبتهم بتواريخ كما اعتمدت من حفيد الأسرة الفونجية يعني المكتوبة دي هي في عدد من القوائم يعني فنحتم التعريدية لأنه دي يمكن الأقرب للصحة يعني تذكر يعني عدد معين أنه عدد السلاطين لحكم وشناه كانوا كم؟ نعم كم؟ يعني حوالي 31 تقريبا آه يعني في الفترة من 1804 أيوة حوالي 31 لكن إحنا نفصل هنا بين مرحلتين المرحلة بتاع تلفونج مرحلة تلفونج ذات فيها خلاف بين أبناء المباشرين لعمارة دونقوس وبعدين مجموعة الأونثاب اللي هي دي منها الملك نول أو السلطان نول اللي هو دي جيت بعده الرابع بعده أبو شلوخ يعني شنو الفريق شنو حصل تحول في البيت السلطاني يعني حصل صراع الحقيقة صراع وصراع مبني على يعني مثلا في شيء حاجة غريبة جدا أنا فتنظري الفونج لما حاكمه كان عندهم جزء عسكري فصيل عسكري سم لولو يأسكم في الصعيد الصعيد الأعلى ده براقب الذي يحكم هل هو بمارس العدل أم إن حرف عن ممارسة العدل إلى اللهو يعني بالله أيوة وشال بهذا الاسم أحد الملوق اللي هو يمكن يعني اسمه أونسا أونسا ده شالوه لأنه ما اهتم بالحكم اهتم باللهو وبغيره 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 يعني لما جاءت الفترة بتاعة بادئ أبو شلوخ اللي هو بادئ الرابع وبادئ كان صغير ولما مسك الحكم كان صغير يعني لكن أول ما وعه أعدم خالو وأعدم ما تبقى من الأونسا خالو ده كان وصع عليه صح؟ خالو كان وصع عليه كان وصع عليه نعم كان وصع عليه بعد ذاك استمر كذول معروف يعني وانتصر على ملك أسيوبيا أو الحبشة ياسه بقيادة الشيخ محمد أبو الكيريك وآخرين لكن يبدو أنه حصل له هاجس من ممارسة السلطة فاستبعد القوة العسكرية بتاعته واستبعد أقرباه من السلطة واستفاد من الجماعة اللي هم كانوا بشكل القوة العسكرية من الذين كانوا مسترقين في ذلك الوقت فدي عملت له أزمة يعني وانشغل عن السلطة بن له وسيطر أولاده على المسألة دية وده أثار لغط وسط النبلاء من الحونج ومن الهمج ولذلك لما حصلت الحكاية وزادت حدها اتفقوا وهم في حرب في المسبعات على أنه لا بد من إزالة هذا الشكل وفعلا لما تحرك الجيش بعد القناعات والشيخ أبو لكيلك لما جوه نبلاء ألفونج وقال لهم كذا قال لهم الزمان قلت لكم أزول ده ما بينفعلين ملك ولا بينفعلين الشيخ ولا بينفعلين طلطان ما سمعتك العمي الشروط اللي كان واضع الجالس على العرش في سنار لحكام الولايات العدل يعني ده ما ينبغي أن يكون لكن في النهاية القوة هي التي كانت تحكم وش كده نعم هذه المعيار كانت قوة القوة اللي كانت تحكم والتوازنات اللي بتحمي السلطة القبلية تقصد التوازنات القبلية القبلية والمبنية على العذكرية يعني سنار كانت تحالف قبلي مبنية على القوة لا سنار كانت تحالف قبلي طبعا هي القبيلة بتشكر الوحفة السياسية ما المدينة لا للليلة نعم والله يشوف ما هي دي أخونا تياري عبدالقادر قال دولنة القبيلة لا بالليلة القبيلة ما حاضر الغاية الليلة ممكن ما حصل تطوره لشن يا بروفيسور زي ما قاعدين في سينار قاعدين الليلة ولشنو والله يشوف لا هم ما قاعدين لكن التفكير ما ترهوق كفيزيكالي ما قاعدين لكن the same way of thinking نفس الطريقة بتاعت التفكير نفس الطريقة بتاعت التفكير يعني انت بترجع للقبيلة بتاعتك العصبية بتاعتك ما هي عيبة وابن قلتون قال الكلام تبادري طبعا العصبية يعني قالوا يعني العصبية والله هي تبني الشاهد انه لما حصل الانقلاب ويتحركوا ويتحركوا من المسبعات عشان اشيلوا بعدين ابو شلوغ كان بدأ بأخوه ولدوا اسمه ناصر في الكوة اللي هي اسمه الليس وقال لهوا احنا بمنشير ابوك وحنعملك انت حاكم الحاكم وكان عند وعدهم منذ ذلك الوقت وإلى ان خرج بادي ابو شلوغ إلى ان صغطت 1821 سنار كانت الحكام الفعليين هم ابناء الشيخ محمد ابو الكيلك من الهمج لكن ده كان عصر البطوله في سنار لانه تحولت الى صراع دموي بين الاخوة وابناء العمومة وابناء الخؤولة انت عارف انا بذكر من في الابتداء زمان كان يدونا بادي ابو شلوغ ادنا نزل لما كبير شوية قلت يا ربي لماذا ميزة هذا الرجل فقط بان سمي ابو شلوغ هل في دلالة هنا الباقين ما كانوا مشلخين والله يشوف سؤال غريب يعني ما زي ابو ديجن ابو ديجن يعني انا بس عايز تركز على حاجة الناس بتتكلم لما جوء الاتراك الوحيدين الهاجموه واجهوه كان الشيقية وفي معركة محترمة جدا جدا يعني لغاية ما حصلت القصة بتاعة صافية او صافيات اللي رجع إسماعيل باشر لأبوه ملك الحنكابة ظنه الحنكابة جاوش جاوش وهو يعني ما استهان يعني قال انه انسان رجع لي بيتبه كرامته وبيعزات انا ما بحاربه يعني فالتقى معاوه في شندي ودخل معاوه في الاسكرية واستمروا لغاية ما شقلوا باشبوزه فهنا في اللحظات الأخيرة بتاع السنار ومحمد ودعدلان وهو من أحفاد الشيخ محمد ابو الكيلر وكان ماسك السلطة الفعلية خاطب ناس شندي وكل القضايا العربية في المنطقة استعدادا لي مهاجمته وخلى ولده يقابلهم في الخرطوم هنا ده على اساس انه يجتبعوا يعني الكتابة السودانية انتقتوا عن هذه الحقيقة هذه الحقيقة ما مكتوبة الشيخ محمد ودعدلان وقتل قبلها بفترة من أبناء عمومته حسن ودرجب وهو الاخر والغريبة كان قتلهم كله وما عدا الشخص اللي يقتلوا أخيرا انت عارف البدور في خلد الناس الآن لو أنت لازم تدينا إجابة دولة حكمت 300 وحية سنة نعم مش كده لم تترك خلفها أي أثر لا معماري ولا ما فيش أسار مادية يعني انت السنار دي كانت عاملة كيفية والله السنار لا والسؤال هو نعم هو سؤال مطروح لكن أبتكر القاتب المطرق قلت ليك هسا الآن يعني عمل دراسة عن مخطوط السنار ملوك السنار دي الشاطر بصيري عبدالجليل قال أنه طبيعة الدولة وده مهم جدا الناس ما تعرضوا ليها لأن الناس الكتبوا الكلام بتاع المخطوطة ما عنده بيتري سياسي كان مكتبوا وقائعه فقط طيب قال دي نسق الجمهورية التجارية سوق نسق الجمهورية التجارية قائمة على مصالح بتاعته وحلفاء عشان كده الإقطاعيات كانت للشوق الصوفيين والفقهاء كانت كبيرة جدا جدا وحتى مش دي بس المظاهرات يعني كانت المظاهرة بتشكل جزء من السلطة صحيح لما تتزوج من بيت الفونج أو تتزوج من بيت الهامج معناها ينتخل شيط دائرة الدائرة بتاعت السلطة وبيجد جزء منها وزوجك هي حريقة يعني هي عينة عليك تحرسك مش عينة عليك ناية لكن عينة اللي مصلحت ما تحرسك بيتها يعني بيت السلطة يعني بيت السلطة ولذلك مقام ممكن يكون في أسر إطلاقا يعني لأنها مصلحة ذاتية يعني عشان كده لما تقول لي أنه الشعب السوداني المصلحة بتاع الشعب السوداني ويجي واحد يقول ليك شعب دارفورد والآخر يقول ليك شعب النيل الأذرق والآخر يقول ليك شعب النوبة شعب النوبة طيب وين الديفينيشن تعريف هل كلامك اللي أنت بتتكلم عنه عن الهوية الهوية قايمة على الإنسيام الثقافي والعرقي صحيح أثر وايد معناها في كونفلكت حاصل يعني في صراح طيب هل إحنا وصلنا هسا في مشكلة كبيرة جدا في الأزمات مسألة بيقول ليك النيشن بيلدينج بناء بناء الأمة بناء الأمة هل إحنا حصل عندنا بناء الأمة لكلمة أنكم قد تطلق قلمة الشعب على مجموعة معينة على كل شعب السودان وأنا النهاردة الناس يتكلمون بصورة للأسف الشديد يعني هو 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 اللي بأكد كلامك اللي بأكد كلامك أنه إذا كانت الرابطة القبلية في سنار تمتلك كل هذه القوة المعنوية والمادية حتى يومنا هذا لازالت القبيلة تمتلك هذا المعنى فهل دليل تراجع ولا دليل قوة القبيلة دليل على شنو والله دليل على حيوية حيوية شنو حيوية بتاع التحرق بيحصل يعني لا نفس المعنى يعني مثلا أنا أنا عايز رجعك لمحمد عبدالحي العودة إلى سنار شاعر دكتور محمد يعني القصيدة بتاعته شهيرة معناها أنا ما متذكر القصيدة بتطبط شنو كنت أتحدث بلغتين أنت من وين لا أنت من وين أمن بلاد العربي أنت لا أمن بلاد الزنجي لا أنا وصلي بلسان مش كده بقيت القصيدة يعني اللي سنائية دي بتاعت العروبة والأفرقة بتطبط كده نحن ليس صح في المعركة بتاعة التنر للليلة للليلة والدليل على ذلك أنه سنائر لم تأعوه سنائر الموقع الجغرافي عادت في دارفور عادت في جبال النوبة عادت في منطقة الأنقسنة عادت في شرق السوداء يعني شو ما في شعب يعني؟ لا يعني دعنا أنا مقدر أوردتك لكن ما في شعب يعني ما في شعب سلداني؟ في شعب في شعب في شعب لكن في خصائص يعني هل الآن سؤالك اللي بتطرح دايما تفكيك الهوية هل الآن ممكن نقول أنه هناك في خصائص عامة ولا في كل منطقة عندها خصائص خاصة بيها وبسنا الدستور بتاعتمني وتسعيب بالمناسبة أدى حق كل منطقة عندها ثقافاتها الخاصة حق أنها تنمي ثقافاتها وتنمي إمكاناتها لا 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 ما هو في حال داي اعتراب بالخصائص أنا في حال دار أفهمه برضو السودان فيه جغرافيات ثقافية مختلفة أو متعددة نعم وفي محاولة ما أنه نجمع كل هذا التعدد نقول والله إحنا عرب وأفارقة هل وإنت وإنت بروفيسور فارس في الستينات يعني أنت جاي من اللحظة بتاعت السنائية دي لا لحظة السنائية السقافة والهوية السودانية نعم هل كفاية التوصيب ده إنك تقول إحنا عرب وأفارقة ولا في قوميات وإثنيات سودانية بر هذا التوصيب والله هو شوف أنا أقول لك حاجة المشكلة هي ست مشكلة السودان فقط يعني الناس تقلمت عن الغابة والصحراء في الستينات التمادوية التي تتكلم عنه الغابة دلالة على أفريقيا والصحراء العربية والصحراء دلالة على المنطقة العربية وده كان شغل كان حصل في السنغال آه ليبوت سنغور سنغور بل ضبط سنغور هو سنغور اللي نحت هذا المصطلح آي ولكن جي هنا هل ينطبق هذا علينا أنا مبتلك أنه في سنار لما حصل الإنقلاب اهتم الشيخ محمد أبو ليك بالمنطقة بتاعته الجامل لا منطقة العلوى القديمة كويس ورجع لمحمد والصباحي وعيا كل المجموعات بتاعت النبلاء القزامة العلوى في المنطقة بتاعت جنوب النيل الأزرق الحالية كويس وده منطقة فازورلي ومنطقة الدهب ومنطقة الإمكانات دي وده كان صراع صراع السلطة انت بتعيد وترتب في تاريخ ملوك السودان أو السلاطين سنغار لو طلبت منك يعني كيف كانت يعني يعني شنو المشترك في سلوك هؤلاء الحكام الذين حكموا سنغار من 1504 لغاية 1821 والله الشيط طبيعي الشيط طبيعي أنك تحقق الاستقرار والعدل الاجتماعي والاثنين دير كانوا ما وردت ما وردت؟ ما وردت لا عدل اجتماعي ولا استقرار؟ أنا بالنسبة لي كانت وردت القوة هي التي كانت تسيطر بالله أيوة نعم دا قد أكون مخطئ لكن الذي يقرأ التاريخ وليس من باب الصدفة أنه كان يعني العنوان بتاع عصر البطولة في سلنار عصر الصراع الدموي يعني أنا النهار دا بذكر أنه كان في مؤتمر عقد بمناسبة ذكرى لبروفيسور أبو سليم وفينا ديو يتكلم عن سلنار وسلنار 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 الإسلامية طيب سلنار الإسلامية كانت بياته معنى إسلامي أصح كان اختاروا سلنار عاصمة أيوة صحيح اختاروها كعاصمة إسلامية عاصمة إسلامية لكن أنا كنت بأسأل شذور مضمون الإسلامي كان موجود هل الصراع كان ما بين الفقهاء وبين المتصوفة توصفهم الحكام كيف يا بروفيسور والتانية المتصوفة كان الحكام الحكام بتاع سلنار هل أنت الآن نفيت عنهم العدل وكذلك سبتت معنى القوة نعم يعني حكموا الكم و300 سنة دي بالقوة بالقوة دا المعيار ما كان في معيار بتاعد بالمنطقة أنت بتتكلم به وأنا بتتكلم به يعني سلنار دولة ظالمة نعم سلنار أيوة كانت دولة الظلم اجتماعي ما ما استطيع يعني قامت بتحاول تعمل توازن لمصلحة سلطته بالصورة اللي قلت عليه بتاعت المصاهرة والصورة بتاعت جذب الناس والإقطاع كله ليهم إذا كانت أراضي إزراعية ولا إذا كانت تجارة يعني مثلا في سلنار كان في تجارة سرق واسترقاق طبعا ومسكات دولة تشرف على الدولة مسكات دولة يعني فإنت أنا إذا عايز أعامل بالمعاملات بتاعت المعايير بتاعت الليلة هأصرف عنها كل الحاجات دي لكن هي في زمان داك بتعتبر أن الحاجات دي كانت طبيعية وذي يزو من حياتها يعني وده ما غريب على أنت الليلة الدولة الجديدة الجاد بي جاد بمعايير جديدة ما موجودة من الزمان يعني مع أنه يعني مثلا في التاريخ الإسلامي الحكم قايم على أساس العطل يعني الذي كان يوفر لحاكم سنار أن يوصف بأنه حاكم قوي هو استخدامه للقوة نعم استخدامه للقوة يسبت سلطته دي بالكلام المباشر دا بالعنف والدليل على ذلك أنه بعد ما شعر بادي أبو شلوك بقوة جيشه بعد ما هزم إياسه الأسيو في سنة 1744 طوالي أول ما جو سنار زاغ منه جاب منه جاب الرصيد بتاع الجماعة جابهم بادي أبو ديجن وخطاهم وتناسلوا وشكلوا قوة وعملهم هو رصيد له مقابل للقوة بتاعت الجيش اللي هزمت أسيو فيا إياسه يعني ومن ذلك حصلت الفجوة الكبيرة جدا جدا بين القواتين تما يزل نعم فكان لابد من أنه صراعي يصل لزروته وصل لزروعته بإيقالته وإبعاده إلى أن قتل في المنطقة بتاعة عضبرة أو في المنطقة بتاعة نايد من بعض الذين كان معاه يعني وهو كان روح أسيوبيا إيه يعني إنت الآن خلال تتبع في تاريخ الملوك إيه الأكثر ما لفت انتباهك إيه الأحداث اللي تفتكر أنه ما صلت عليها الضوء وكانت بنسبة ليك تحت علامات الاستفهام حصلشنا والله يشوف أنه يعني أي نظام سياسي عنده فترة بتاعة نمو طيب زي الكلام اللي قالوا بنخلدون بالتحديد ميلاد وفتوة وهرم وقبل الهرم الصراع يعني الفكرة بتاكل بعضها التفكك يعني التفكك وبتصل لي مرحلة بتاعة أنه لا بد أن تجي قوة جديدة ودي ديمومة التاريخ حرقة التاريخ يعني أنا الذي يأخذك في السودان الآن ما تخشني يعني قد يكون مخاطع عنيف جدا وقد يكون انهيار عنيف جدا الاثنين قابلات للاحتمال الله يضمنك ولذلك النهار ده إنت لما تشت لا انهيار تام الله يضمنك انهيار تام بالله الأمر ده ممكن يعني لا دعنا نقول أنه الانهيار وارد وفي نفس الوقت ومن قلب الظلمة ظلمة يأتي الفجر صحيح يعني المخاطع عنيف نعم زي ما قاله بد الميزوب آيكون الخير في الشر انطوى مش في قصير تبسعت المولد دي أحيانا الأشياء السودوية دي يمكن تنتج معنى إيجابي يعني زي ما ينتبدو ما عشان كده أنا 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 مع التفاؤل يعني متفاعل يا بروف حركة البلاد والشعوب ليست تطرهين بأعمارنا إطلاقا يعني يعني هذا السودان الذي يرى فيه البعض الآن أنه تعبنا وحالتنا لا أبدا مرحلة بتروح يعني ومن المؤكد أنه المستقبل الظاهر لهذا الوطن بإمكاناته إمكاناته التاريخية وإمكاناته الثقافية وإمكاناته العقلية بتاعت أبنائه دعنا نسق في ذلك تماما يعني لا ننادي بأنه هناك خلاص المساعد لا أبدا أبدا مخاط ليس أسوأ من أمريكا وليس أسوأ من ألمانيا ولا أوروبا كلها بعد الحرب العالمية التانية واحدة من النتائج أننا لازمنا نعيش لحظة سنار طالما أن القبيلة لازالت تلعب دورا في السياسة صح؟ نعم تتفق معي؟ اللي هي شنو؟ أنه للليلة القبيلة اللي كانت رابطة قوية في يد الحاكم في سنار الليلة بيحكموا ديل ذاته القبيلة عندهم زراع للحكم والسلطة بيحتمد بيحتمد إذا كان فيه اشتنارة أنا أطرح ليك التجربة على الجنوب أفريقيا في الدستور بتاعه في سنة 1916 أنا فضلي دقيقتين كده في أفريقيا يعني في أفريقيا يعني مثلا عملوا كابتر كامل في الدستور بتاعهم بيسموه تيادات الأهلية عملوا بالضبط كده عملوا يا غسان يعني التجديد لمفهوم القبيلة القبيلة مقومة من مكونات الدولة والمجتمع يعني وليست معارض لها وده هنا مربوط بيشنو بالشباب بتاع القوة الجديدة في القبائل يعني يعني الليلة إحنا القبائل بتاعتنا من الذي يسوق القبيلة هالشيخ القبيلة ولا أجندة سياسية ولا أجندة تعزغزه داخلي وتشوف ويتشعني أنا أعتقد أنه إحنا مفتاجين لنظرة فكرية وأضوح من الناس الليلة ممكن نجدد القبيلة في السودان والله لماذا لا إذا عايز تحكم بنفس ما كانت عليه بدون ما يحصل التغيير التغيير ضرورة اجتماعية وضرورة بتاعت مستقبل وضرورة بتاعت حركة مجتمع يعني يعني مثلا شيخ القبيلة شنو المعيار بتاع أنه يكون شيخ القبيلة الكرم والشجاعة والموروث بتاعه هو الموروث بتاعه هو لكن هل دي بالضرورة ممكن تكون المعايير المطلوبة فعلا للقرن الحادي والعشرين لكن دم ما متعارض مع فكرة الدولة الحديثة هنتكلم عن المواطنة ليسنا متكلم عن دور الشيخ القبيلة ما خلاص انت بتتكلم عن المواطنة المواطنة دي القبيلة يعني القبيلة انت إلا إذا حصل تعارض بتويهات غير مفهومة المواطنة طيب في الدقيقة اللي فاضل لليدي على مدى تعكفة الآن نعم شغال على يدل وقت التكتف شنو كتابك الجديد هايزور عن كرم موضوع شنو الكتاب الكتاب ما هو كتابة والتطور السياسي والدستوري وبناقش المسأل بتاعت القبيلة دي وعلاقتها بالسلطة السياسية مثلا يعني 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 مثلا لما حصلت الاتفاقية بتاعت جوبا عشرين عشرين لا ما بنو وش هاستدي بتاعت نميري يعني اه اتنين وسبعين اه اتنين وسبعين اه اديس ابابا اه اي بتاعت اديس ابابا القبائل الجنوبية كلها التفت حول نميري صح صح وجوزيف لاغو وجوزيف لاغو التفت يتحولت يعني الاتفاقية يتحولت الى عمل ايجابي صحيح ها فرضت المواطنة نفسها والمصالح بتاعت الوطنة العليا على مفهوم القبيلة يعني لكن بعد عشرة سنوات تاني قامت انهارت رجع التمر تاني دينكا وشلوك ويرو ويرو الآن يعني انا شايف انه مثلا القبيلة زي ما قال أخونا تياني عبدالقادر في محاولة دونة القبيلة من خلال يعني توجيهات خاطئة أنا بفتكر توجيهات خاطئة يعني اكتابك بناقش دور القبيلة بناقش دور القبيلة وتطور القبيلة من داخلها ما بأنها تكون يعني تحول بالريموت كونترول يعني من قبل توجيهات توجيهات سياسية إن شاء الله نجلس تاني لحضرتك نناقش هذا الكتاب الجديد جدا وأنا صراحة على مستوى الشخصي أتعلم كثير جدا من الجلوس إلي أكتر خير أكتر خير كثير أستاذ غسان أشكرك أستاذ والحقيقة أنا برضو عايز أقول أنه هذا البرنامج أنا بالنسبة لي لا يشكل مجرد ساعة أو ساعتين يعني ولكن ينبغي أن يكون امتداد للمسألة بتاعة الفكر والمسألة بتاعة الصغافة ومسألة الشباب التحديد يعني يعني أنا بفتكر أنه مرحلة جاية حقه تجيب ندوة صغيرة كده يشترك فيها الشباب بوجودك وآخرين يعني يمكن تطرح قضايا زي مثلت القبيلة ياريت لو ناديت لنا نفس القبايل وشكرا لك ترخيرك كتير الشكر كل الشكر للمشاهد أولا وأخيرا الذي يتابع الوراق وكانت هذه الحلقة مناقشة هذا الإعداد وإعادة القراءة وترتيب الكتاب كتاب تاريخ ملوك السودان الذي قام به كما نقول اذهبوا لتبحثوا عن هذا الكتاب كل الذي نقوم به ومحاولة تسليط الضوء على رؤوس مواضع هذا الكتاب في الختام إلا ألتقيكم بإذن الله مع كتاب آخر في حلقة جديدة سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته